صباح الخير يا لكاترة أنا دكتورة آية مكدي مدرس بيسولوجي هنبتدي مع بعض النهاردة في شرح البريست بيسولوجي طبعا أخدته في موديول في بداية الموديول وأكيد كلكم عارفين وأحسن مني 100 مرة أنا بس هقول لكم مقدمة سريعة علشان يفيدنا وإحنا بنقول مع بعض المقررة علينا في السكشن هو سكشن سهل وبسيط وهيخلص إن شاء الله على طول الأناتومي أفزا بريست البريست هو أورجن زي ما أنتم عارفين موجود قدام الأنتيريور ترست وال زي ما احنا شايفين كده ده ريبس بينها وبين بعضها الانتركوستال موسيل وقدامهم البكترول موسيل وبعد كده هو البريست موجود تحت الاسكين البريست بيتكون من إيه؟ بيتكون من لوبس فصوص زي فصوص البرتقان وكل لوب منهم بيتكون من لوبيول فصوص صغيرة عنقيد صغيرة وكل اللوبس واللوبيول بتصنع الملك اللي بيمشي في لغاية ما يفضي في النبل والقاريولة ده كده بالنسبة للجروس أناتومي طيب تحت الميكروسكوب لو أخدنا سكشن من البريست بنشوف إيه؟ بنشوف إن البريست بيتكون عندنا من جزئين؟ جزء فايبروفاتي سترومة اللي هي الخلفية اللي احنا شايفينها دي الخلفية البنك اللي فيها أماكن بيضة الحاجات البيضة دي اللي هي الفات والجزء الفايبروس ده البنك ده هو الفايبرستيشو فاحنا عندنا سترومة فايبروفاتي النيتشر وجواها الجلانجولار إبيثيليم الجلانجولار إبيثيليم بترتب في ازاي؟ بيترتب بشكل أسيناي اللي هي الدواير السغنانين دول ودكتس الكبيرة دي تصنيع الملك بيتم في الأسيناي وكلهم بيصبوا في الدكت لغاية ما يوصل للنبل والأريولا سواء كانت الأسيناي أو الدكت هم الاثنين لهم نفس اللاينينج شكلهم ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده منلاقي الدكت بتبقى لو أخدت فيها هي ماشية بالطول لو أخدت فيها سكشن بتبقى دايرة الدايرة دي من جوه متبطنة بإينر كيوبويدل سيلز كيوبويدل ومن بره أوطر مايو إبيتينيال سيلز السيلز الفلاتيند دي الملك بيتصنع في الخلايا دي وبعد كده الميو إبيتينيال سيلز بيت كونتركت فالملك بيبقى إيجيكتب جوه اليومن ده شكلها في الدايجرام وده شكلها في الـ H&E سكشنز يبقى احنا زي ما اتفقنا مع بعض ان البرست بتكون من ايه؟ بتكون من لوبس ولوبيولس كل اللوبس ولوبيولس دي بتفضي في الداكت اللي في النهاية هتوصل للنبل والأريولا ورا البرست في ايه؟ في البيكتور الماصل ووراهم الشاست وال تحت الميكروسكوب جزئين فايبرو فاتي اللي هو اللون البنك والأبيض الأبيض ده الفات واللون البنك ده الفايبرستيشو والجلانجرار إبيتيليام أسيناي وداكت والاتنين نفس منظر تحت الميكروسكوب يعني أنا تحت الميكروسكوب لو أخدت السكشن من أسنس أو داكت مش قدر أفرق ما بينهم هم الاتنين نفس المنظر خلايا إينار كيوبويدل ليها روند نيوكليوي ومن بره فيه أوتر فلاتن دماء وإبيتيليال سيلز ليها كونتركتايل اكتيفتي طب إيه ديزيز اللي هناخدها مع بعض؟ فيه تلاتة ديزيز رئيسية أول ديزيز اسمه ده ديزيز مش تيومر خالص ولا انفلاميشن ولا حاجة ده عبارة عن أنه هورمون الديستيربنس ديزيز مشهور جدا جدا للفيميرز في فترة التلاتينات والأربعينات بيحصل لهم مشكلة في الهورمون الإفاكت يعني زيادة الاستيميوليشن باي استروجين فبيحصل لهم تشينجز في البرست بتاعهم اسمه فايبروسيستيك ديزيز فيه بيناين تيومر هناخده في البرست اسمه فايبروأدينوما والماليجنسي اللي هو بيرعي بالناس الكانسر برست اللي هو الانفلتراتف كارسينوما دي الثلاثة ديزيز الرئيسية اللي هناخدها في سيكشن النهاردة وهم سهلين جدا وما فيش أي فرصة للأخبطة بينهم وبين بعض أول ديزيز اللي هو الفايبروسيستيك ديزيز بابيلوماتوزيز الصورة دي دي جوس بكتشر احنا متفقين مع بعض من أيام ما كنا بناخد الجنرال بيسولوجي بنقول إن أنا لما باجي أوصف أي صورة بيبقى عندي ثلاث حاجات لازم أعلق عليهم ايه الثلاث حاجات دول أولا اسم الاسبسيمين الاسبسيمين بتاعت دي جاية منين دي أول حاجة الحاجة الثانية الجوس ديسكريبشن هوصف اللي أنا شايفاه بعناية في الليجن اللي عندي في الصورة آخر حاجة دياجنوزيز التشخيص اللي أنا قدر توصله عن طريق الصورة اللي قدامي طيب إحنا شايفين إيه دي شايفين يعني دي ماس من البرست عملنا لها إكسجن يعني استقصال مستقصلين الماس دي وشايفينها قدامنا أهي الماس وحتة من اللي سكين موجودة هات إيه قدامنا طيب الاسبسيمين دي لو أنا جيت يبقى ده اسم الاسبسيمين طيب لما هاجي هاوصفها هاوصف إيه الماس دي شكلها إيه شكلها أوفل ماس الأوفل ماس دي فيها إيه فيها الثلاث حاجات أول حاجة الحاجات البيضة دي هو البرست آجل فات لون أصفر الحاجات البيضة دي عبارة عن إنها بيضة أو جري مبيضة شوية دي عبارة عن إنها Gray areas دي أصلها Fibrousness يعني اللي إحنا شايفين كل الحاجات المبيضة أو الجري المبيضة ده ده عبارة عن إنها إيه عبارة عن إنها Fibrousness طيب وإيه الكبيرة دي الكبيرة دي سست كيس موجود في الليجني بتاعي طب والكيس ده جواه إيه؟ جواه حاجات عاملة زي العناقيد طلعة كده بابيلاري بروجيكشنز حاجات طلعة صوابع كده زوائد اسمها بابيلاري بروجيكشنز ده المنظر بتاع الفايبرو سيستيك ديزيز واس بابيلوماتوزيس العنوان لوحده هو اللي غششني كل الصورة أنا شايفة فايبرو دي الحاجات البيضة سيستيك دي السيستيك كبيرة بابيلوماتوزيس البابيلة اللي موجودة جوا السيست يعني أنا بس مجرد أن أنا حفظ اسم الصورة هقدر أوصفها بالكامل لوحدي يبقى أنا شايفة إيه اسم الاسباسمن بتاعتي إيه؟ إكسسايز بريستماس بريستماس حصلها استقصار طيب هوصفها إيه؟ هقول أن أنا عندي جري ويتش أرياس اللي هي ريبرزنتينج الفايبروزيس سيست كبيرة قدامي كده ممكن أقسها بالمصدر طولها وعرضها والسيست دي بتبقى اللايننج بتاعها فيها بابيلاري بروجيكشنز ده شكل إيه؟ شكله اسمه fibrocystic disease with papillomatosis ده مش تيومور ولا حاجة خالص ده عبارة عن أنه هو ديزيس بيحصل نتيجة الهرمونal disturbance fibrocystic disease with papillomatosis هنقوله مرة كمان عبارة عن أني شايفة قدامي أوفل بيضوية كده أوفل ماس فيها إيه أوفل ماس دي؟ فيها ثلاث حاجات فيها grayish areas اللي هي تمثل الفايبروزيس فيها سيست والسيست جواها بابيلاري بروجيكشنز اسمها fibrocystic disease with papillomatosis ده كده قلنا الاسبسمان وقلنا الجروس بيكتر وقلنا أخيرا الدياغنوزيس طيب الفايبروزيستيك ديزيس ده لو أنا جيت أشوف منه أخدت منه سيكشن تحت الميكروسكوب يعني إحنا دي واحدة في ميل جات برزنتت بأنها عندها لمبي بريست أو بريست ماس لمب يعني ماس يعني ورم هو ده مش ورم مش تنيوبلازم لكن هي البيشنت جاية تشتكي أن فيها عندها كالكوعة لمب أو ماس عملنا لها إكسجن هي جات لك في العيادة وانت ساعتها عملت لها إكسجن استقصلتها لها في العمليات طيب أنت عايز تطمن أن دي حاجة مش ماليجننت ولا حاجة تقلق فبنعمل ايه بناخد منها سيكشن ونفحصه تحت الميكروسكوب بنشوف بنفحصه هيطلع للمنظر ده المنظر ده ده صورة دياجرام مرسومة بالإيد مش صورة حقيقية شايفين فيها ايه الفايبوسيستيك ديزيس ده عبارة عن أنه كل مكونات البرست بس كل حاجة فيه زايدة يعني أنا دلوقتي في الدكتس دي يعني إحنا بعد كده وإحنا مع بعض في الدكتس مش هنفرق ما بين الأسيناي والدكتس هنعتبرهم حاجة واحدة علشان هم ليهم نفس المنظر هنشوف إيه الدكتس عددها زايد عدد الدكتس زايد اسمه أدينوزيس يبقى كلمة أدينوزيس يعني increase in duct number أدينوزيس يعني increase in duct number أوزيس يعني كتير أدينو يعني الجلانجلور إبيثيليم يبقى أنا عندي دكتسات أو أسيناي كلهم عددهم كبير يبقى اسمها أدينوزيس طيب اللايننج بتاحهم احنا كنا متفقين مع بعض إن أنا عندي 2 layers inner cuboidal وأouter flattent لكن هنا شايفين كذا layer multiple layers layers لما بتزيد كده بنسميها إبيثيليوزيس إبيثيليوزيس أوزيس يعني كتير إبيثيليوزيس يعني الإبيثيليم كتير الإبيثيليم اللي بيعمل lining لل ducts أو للأسيناي عددها زايد فيبقى اسمها إبيثيليوزيس يبقى قلنا أدينوزيس عددهم نفسهم زايد يعني عندي 1 2 3 4 5 6 عددهم كتير إبيثيليوزيس يعني lining اللي في الدكت الوحدة هو اللي عدده كتير يبقى أنا شايفة إبيثيليوزيس وإبيثيليوزيس ممكن من كتر ما الإبيثيليوزيس كتير يعملي زي ما يكون بابلوماتوزيس بابللي صغيرة كده جوه الدكت يعملي بابلوماتوزيس عشان كده اللي احنا شفناها في الصورة اللي فاتت شفنا بابلة موجودة في السيست الحاجة اللي بعد كده إن الدكت بتبقى ضايليته ده تعمل سيست سيست فورميشن الدكت ستبقى ضايليته ده تعملي سيست فورميشن يبقى أنا عندي أدينوزيس إبيثيليوزيس بابلوماتوزيس السيست دي جات إزاي؟ السيست دي جات نتيجة أن الضكت وسعت ضيليت الضكت عملت لي سيست السيست ممكن تبقى حجمها مليمترات صغيرة أو أنها تبقى لارج وكبيرة لدرجة أن أنا أشوفها بعناية جروسلي من غير تحت الميكروسكوب بتعمل لي جروس سيست طيب فيه كمان التشينج بيحصل كمان في الفايبروستيك ديزيس أو هيحصل فايبروزيس اسمه فايبرو يبقى بيحصل فايبروزيس الفايبرستيشو اللي هنا بيزيد يعني يحصل إيه؟ يحصل فايبروزيس أوزيس يعني زيادة فإحنا عندنا كل الحاجات أوزيس أدينوزيس، إبيثيليوزيس، فايبروزيس، سيست فورميشن وفيه هنا بيحصل حاجة بقى تانية أخيرة بيحصل حاجة اسمها إيبوكراين ميتابليزيا يعني إيبوكراين ميتابليزيا؟ يعني أن اللاينج سيلز دي السيتوبلازم بتاعها بيحمر بيحمره ويبقى شبه الإيبوكراين سويت جلاند فبسمي الحكاية دي أن أنا عندي التحول في الإيبيثيليم للإيبيثيليم بتاع الإيبوكراين يعني تحول يعني ميتابليزيا زي ما أخدناها في الجنر يبقى اسمها إيبوكراين ميتابليزيا يبقى أن اللي أنا شايفاهه مقدامي إيه؟ ستة حاجات أدينوزيس، إيبيثيليوزيس، بابلوماتوزيس، فايبروزيس، سيست فورميشن وإيبوكراين ميتابليزيا أدينوزيس يعني إيه؟ يعني زيادة في عدد الدكتس إيبيثيليوزيس يعني إيه؟ يعني زيادة في عدد السيلز اللي بتلاين الدكت سيست فورميشن يعني ضايلات الدكت فايبروزيس، زيادة في الفايبرس تيشو والإيبوكراين ميتابليزيا يعني تغير للون بدل ما الخلايا هنا كانت السيتوبلازم بتاعي لغة إزينوفيلك خفيف قوي أو كيلير هنا بلاقيها السيتوبلازم بتاعي إزينوفيلك زي الإيبوكراين سويت جليند ويبقى اسمها إيبوكراين ميتابليزيا الديزيز ده على بعضه اسمه Fibrocystic disease of the breast وزي ما اتفقنا ده عبارة انه هو هرمونال disturbance مش اكتر من كده يبقى حتى لما تلاقي المنظر ده قدامك تكتب ايه هنقول ان انا عندي انا في الميكروسكوب بوصف حاجتين بوصف ال description وفي الاخر بقول ال diagnosis بقول ان انا شايفة section in breast tissue انا الاول ما بيقول لي وصفي صورة في الميكروسكوب ساعتها ممكن يحصل لي mental block فمش عارفة اقول ايه فانا اسهلها على نفسي واقول انا اسم الأورجن اللي انا فيه Microscopic examination revealed ايه او انا شايفة ايه في الميكروسكوب شايفين section in breast tissue شايفة ايه في ال breast tissue شايفة فيه adenosis وقل يعني ايه adenosis شايفة epitheliosis واشرحوا يعني ايه شايفة fibrosis شايفة cyst formation شايفة بابلوماتوزيز شايفة اخر حاجة ايه ابوكراين متابليزيا ال diagnosis ايه في الاخر ال diagnosis اسمه fibrosis disease of the breast يبقى احنا لما هنشوف الوصف هنحس ان هو كتير ومكالكع لكن لما نبقى عارفة ان انا عندي 6 points بعلق عليهم وكل واحدة بديلها definition صغير وفي الاخر بيش تشخيص بتاع اسمه fibrosis disease of the breast انت بعد معد ما تشخص للسابت اللي جايبها لك الاسبيس من التشخيص ده انت بتطمنها وبتعرف انها دي حاجة مش مالك انت قلناها دي مجرد لغبطة هرمونات وهي بتطمن على كده ومعندهاش اي مشكلة مجرد بس هتتابع ده ال disease اللي احنا اخدناه fibrosis disease of the breast هنشوف بقى صور حقيقية لها صور زي دي الصور دي شايفين فيها ايه شايفين فيها عدد الدوكس كتير اوي يبقى اسمه ايه Adenosis Lining هنا شايفينه كتير اوي اسمه ايه Epitheliosis الاسترومة هنا فيها fibrosis الدوكس عندي dilated cystically dilated ducts مفيش هنا في عنايه ابوكراين ميتابليزيا مش لازم يقول لهم موجودين بس احنا حتى في يعني لو جات لك صورة تكتب كل وصف ال fibrosis disease بالتفصيل هنا برضو نفس القصة Adenosis Epitheliosis Cyst formation and fibrosis هنا ممكن يكون في شوية ابوكراين ميتابليزيا مش واضح قوي عشان احنا على باور قليلة لو كبرنا هنقدر ان احنا نشوفها in detail زي هنا هنا لما كبر شايفين ايه احنا شايفين دولة cyst formation وشايفين هنا fibrosis طيب ده شايفين ايههم ابوكراين ميتابليزيا ابوكراين ميتابليزيا يعني Everyone's ericath kept on esp هو ابوكراين ميتابليزيا كلهم اسمو هنا برضو بنبين الإبكراين ميتابليزيا الدقت دي فيها إبكراين ميتابليزيا وفيها سيست فورميشن وفيها إبثيليوزيس وكمان عاملة كمان بابلوماتوزس يعني السيست دي فيها كل حاجة وحواليها هول فايبروزيس والسيست اللي جنبها برضو هي فيها شوية إبكراين ميتابليزيا دي ما فيهاش إبكراين ميتابليزيا بس فيها إبثيليوزيس وبابلوماتوز ادي صورة تانية كمان عشان خطر تثبث في دماغنا شايفين Adenosis شايفين Cyst Formation شايفين Epocrine Metablasia شايفين Fibrosis دي ايه؟ دي Fibrocystic Disease of the Prist Fibrocystic Disease of the Prist وصفنا الميكروسكوبic picture وفي الآخر قلنا التشخيص بتاعنا Fibrocystic Disease of the Prist يبقى احنا كده اول ديزيز اخدناه مع بعض هو عبارة عن انه ايه؟ Fibrocystic Disease of the Prist اخدنا شكله بالجروس والميكروسكوب اهي الصورة بتاعت الجروس نبص عليها بسرعة عشان نفتكرها اهي الصورة هي الجروس شايفين ايه؟ شايفين Oval Mass فيها ايه؟ فيها تلات حاجات الجزء الجريش ده Fibrocystic Cyst وجواها Papill Papillal Formation Fibrocystic Disease of the Prist العنوان لوحده غششك كل وصف الصورة الاسبسمن من ايه؟ Excited breast mass دي كده اول واحد طب تحت الميكروسكوب شكلها ايه؟ شكلها زي ما اتفق نفس المكونات الستة Adenosis, Epitheliosis, Papillomatosis, Fibrosis, Epocrine, Metablasia and Cystiformation Fibrocystic Disease of the Prist هنتنقل بقى مع بعض الثاني ديزيز في البريست باستولوجي ده Benign Tumor اسمه Fibroadenoma اسمه Pericanalicular Fibroadenoma هنفسر مع بعض الاسم احنا خدنا عنه فكرة في الجانرال في الجانرال موديول بس هنفهم معنى الكلام ده عشان هو اتسمى على شكله في الميكروسكوب لكن هنشوف الاول شكله في الجراس ده ديزيز مشهور جدا 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 بيجي يعطب في كل الاعمار ويعني ابتداء من البنات الصغيرة لتحت العشرين واللي اكبر من كده بيتبقى ماس كده دي Benign Tumor اسمها Fibroadenoma اللي احنا شايفينه ده جايبين من البريست على بعضه يبقى احنا لو انا هبص على من ايه؟ عبارة ان هي من البريست من البريست بالفات بتاعه والسكين اللي عليه من بره وجواها هذه الميس الطبيعي لما بيبقى فيه واحدة عندها Fibroadenoma مش بنشلها البريست زي الصورة دي بستمرتة في واخدين راحتنا وجايبين اهوت الماسك وهي جوا البريست لكن احنا في الطبيعي دي بتتشال الماس لوحدها من غير ما بنقرب من بقية البريست لانه بنايت شومر وما فيش منه اي مشكلة بيبقى شكلها عامل ازاي لما هي جاوصة في الماس دي بقول ان الماس بتاعتي كابسوليتد كابسوليتد يعني ايه؟ يعني ليها قشرة زي قشرة البرتقانا كابسول ليها كابسوليتد طيب الحاجة الثانية ان هي لونها ايه؟ جريش انكولر الحاجة الثالثة لما جا مسكها هلاقيها فيرم انكونسيستنسي يعني ايه فيرم؟ احنا الاحساس في كل الديزيز احنا عندنا ثلاث حاجات بنحسها يا اما حاجة تبقى ناشفة زي البون ويبقى اسمها هارد يا اما تبقى اطارية زي الفات ويبقى اسمها سوفت يا اما في النص بسميها فيرم فيرم بتبقى زي كده ايه؟ التب بتاعت النوز ده الكونسيستنسي بتاع الفيرم فانا دي الماس دي بشايفيها انها كابسوليتد فكده اتطمنت انها حاجة ان شاء الله بناين الحاجة الثانية ان هي بتبقى جريش انكولر لحاجة الثالثة انها فيرم انكنسستنسي تشخصها اسمه بريكاناليكولر فيبرو ادينوما وفي حاجة رابعة بقى هنقولها ان اتطلب ان مانف هاش تشققوقات الماس اللي عندي ماس revival اللي ان اسمه سمطة ما فيهاش سلتس ويبقى تشققوقات، زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا شايفينها كده اسمها بريكاناليكولر فيبرو ادينوما دلوقتي حيننا هنفهم يعن除 إياه كلمة بريكاناليكولر فيبرو ادنوماما يعني ايه فايبرو ادينوما دي كلمة مكونة من جزئين فايبرو ادينوما فايبرو يعني عندي فايبرستيشو كتير ده بيناين تشومر احنا متفقين مع بعض من لما كنا بناخد الجنرال ان اي بيناين تشومر عبارة عن اني بجيب زي ما بجيب كده هوت البرينتر وكان التصوير بحط الورقة وتطلع لي كده ورقة بنفس المنظر فانا برضو البيناين تشومر كده بجيب مكونات البرست الاساسية وباجي بينها نسخ فانا البرست كان فيه فات سوري كان فيه فايبرستيشو فايبقى عندي ايه الجزء اللي هو الفايبرو يبقى ان الفايبرو ده يعني انا عندي اكسس الفايبرستيشو اللي موجود في البرست بس ان اكسس الحاجة الثانية ادينوما ادينوما يعني ايه يعني بناين تشومر بيطلع من الجلانجولر ابيثيليم هشوف داكتس كتيره يبقى انا كلمة فايبرو ادينوما كلمة مكونات من مقطعين هي الغششتني شكل الميكروسكوبية بيكتر فيبرستيشو وأدينوما جلانس أو داقتس داقتس مدورة بينها وبين بعضها فيبرستيشو يعني إيه جلمة بيري كاناليكلر؟ بيري كاناليكلر بتفكرني بحرف البي بيفكرني بكلمة بيتنت بيتنت يعني مفتحين أنا شايفة دلوقت الداقتس مفتحها يعني إن مفتحها يعني أنا قادرة أشوف الهوى الأبيض جواها يعني أنا شايفهم قدامي الداقتس عبارة عن أنها بينالي دواير راوند أو أوفل على حسب القادس سيكشن بتاعها هي قسطوانة قطعنا فيها بانة دايرة أو قطعنا فيها بالوارب بانة أوفل طيب وأنا قادرة أشوفهم كلهم وهم مفتحين كده بيتنت يعني هم مفتحين وأنا قادرة أشوف الهوى اللي جواهم كلمة بيتنت بنسميها بيري كاناليكلر فيب أنا التشخيص بتاعي اسمه بيري كاناليكلر فيبرو أدينوما طيب لما أجي هاوصفها هاوصف إيه؟ هاوصفها إن أنا متفقى معاكم نقول نحن بنقول سيكشن إن وأقول الأورجن اللي أنا فيه بس أنا مش شايفة أي بيريست تيشو زي ما احنا متفقين إن مفيش حد عشان يشيل فيبرو أدينوما هيشيل معاها جزء من البريست لا يعني ده نومسنس ده بنائن تيومر بنشيل بس تيومر لوحده فبنوصف نقول إيه؟ نقول إن ده سيكشن إن كابسوليتد بنائن تيومر بيتكون من إيه كابسوليتد بنائن تيومر ده؟ بيتكون من بيتنت داكتس وبينها وبين بعضها إكسيس فيبروستيشو طب نوصف الدكت أو أنتو عارفين الدكت الدكت دي عبارة عن إيه؟ إن هي شكلها راوند أو أوفر واللاينين بتاحها اتنين سيلس بمنتهى البساطة كده ده الوصف بتاع الفيبرو أدينوما بيبقى أنا الماس بتجيب المنظر ده هتيجي الفيبرو تشتكي إن عندها بريست ماس بالإجزامينيشن وبالإمجينج اللي بتعمل إحنا بنبقى متطمينين إنها إن شاء الله هي فايبرو أدينوما بتعمل لها الجراحة بتاخد الماس الماس بتبقى بالمنظر ده الماس بالمنظر ده فيها أربع مواصفات الأربع مواصفات إنها كابسوليتد ودي الحاجة اللي بتطمينه أساسي الحاجة التانية إنها بتبقى جريش إن كلور الحاجة التالتة إنها بتبقى firm inconsistency والحاجة الرابعة إن ما عنديش سلتس ونفهم يعني سلتس بعد سوين طب لو أخدت فيها سكشن يعني أنت دلوقتي دكتور الجراحة أو شو طلعتها كده ومتطمت بس عايز تاخد سكشن عشان تتأكد إن ما فيهاش أي تيومر أو أي حاجة مقلقة بتعمل إيه؟ بتبعتها لزميلك دكتور الباصولوجي وبياخد منها هو سكشن بيشوف فيها المنظر ده المنظر ده نفتكره من اسم تيومر شايفين إيه؟ شايفين سكشن إن كابسوليتد بيناين تشيومر كابسوليتد بيناين تشيومر بيتكون من إيه؟ بيتكون من بيتنت داكتس البيتنت داكتس دي شكلها أوفل وشكلها راوندد إن كات سكشن واللاينينج بتاحها إينا الكيوبويدل وأوتر فلاتند مايو إبيتيليا لسلس طب وبينهم وبين بعض إيه؟ إكسس فايبرس استرومر ده كده المنظر بتاع البيريكاناليكولر فايبرو أدينومر تمام؟ طيب هناخد شكل تاني للفايبرو أدينومر الفايبرو أدينومر اللي عندنا دي في الجروس دي أهو بريست تيشو ده بريست تيشو أهو جواه ماس إحنا بس عاملين باي سكشن يعني دي كانت مقفولة كده على نفسها إحنا بس فتحين يعني هي فتحناها زي الكتاب يعني هي كانت مقفولة كده وفتحناها زي الكتاب فالماس دي تكملتها دي يعني أنا ممكن أخبي نص الصورة ناحياتي وأبص على النص ده شايفين إيه في النص ده؟ آدي أهي الماس المدورة دي الأوفل دي وليها كابسول اللي هو الكابسول اللي احنا اتفقنا زي شريتر بورتقونة آهو الكابسولة هو عليها من بره كل ده موجود جوه البريست تيشو والناحية التانية دي نقص الماس التانية آدي الماسة هي بالكابسول بتاعها موجودة في البريست اللي هو نصه النحية دي يعني هي مجرد بس إحنا إحنا كانت ماس وفتحناها بس كده زي الكتاب عشان نشوفها فاتحينها لكو ليه عشان نوريكو فيها حاجة اللي فاتت ماورينا لكوش فيها حاجة هنا هوريكو فيها حاجة اللي هي السلاتس التشققات دي وهنعرف التشققات دي جات لها منين شايفين السلاتس دي فأنا لما هاجي هوصفها هقول إنها إيه هقول إن أنا عندي ماس الماس دي شكلها كابسوليتر شكلها لونها جريش برضو إنكولر الحاجة التالتة إنها فيرم إنكولستانسي زيها زي البري كان للكو الفيبرو أدينوما بالزبط لكن الفرق إن هنا فيه سلاتس يبقى إحنا فتحناها عشان نوريكو لسلاتس التانية كانت مقفولة عشان ما فيهاش سلاتس دي فتحناها عشان نوريكو لسلاتس يبقى الفرق بين السورتين حاجة واحدة هي السلاتس تمام؟ دي اسمها إنترا كانريكولر فيبرو أدينوما إحنا برضو عندنا الاسباسيمن إيه؟ سيكشن إم بريست تشو شايفين في إيه؟ شايفين عندنا بريست ماس الماس دي بتبقى كابسوليتر فرم إن كونسيستانسي غريش إن كالر وعندها سلاتس في القط سكشن فيها سلاتس دي اسمها إنترا كانريكولر فيبرو أدينوما هنفهم يعني إيه إنترا كانريكولر فيبرو أدينوما من شكل الميكروسكوبك بيكتر دي عبارة عن إنها برضو من مقطعين فيبرو أدي الفيبرستيشو اللونو بين كده وأدينوما اللي هي الدكتس مال الدكتة حصل لها إيه؟ الدكتة هنا كومبريست كومبريست دي يعني إيه؟ يعني قفلت على نفسها مقفولة على نفسها مضغوط عليها بقت بدل ما هي دايرا مدورة بقت خط يعني بدل ما هي دوير بقت خطوط خطوط بالمنظر ده ده من كتر ما هي كومبريست من الفيبرستيشو اللي موجود بقى أكن الفيبرستيشو بص بيزققها كده بيزقق كده الدكت وبعب بيعمل حاجة اسمها انفاجينيشن انفاجينيشن يعني بيزققها ويدخل فيها كده لدرجة إنه هو يعني ده هنا ده خط وده خط تاني وده خط تاني لدرجة إنه هو أكني لما أجاه شوفها أفتكر إن الفيبرستيشو موجود جواه والدكت عشان كده التسمية اللي تقالت إنترا كناليكولر فايبرو أديونوما ده اسم خطأ كانوا فاكرين إن الفيبرستيشو جواه الدكت لكن الحقيقة الفيبرستيشو موجود برا الدكتس عبارة عن إنها خطوط هي كومبريست كل ده كل خط مستقل بذاته والفايبرستيشو إن بتوين برضه لكن المشكلة إنه هو إداني فولس إمبريشن إنها إنترا كناليكولر ليه عشان ده مضغوط عليه كده هو ودي دكت تانية مضغوطة عليها كده فإداني إمبريشن من الإنفاجينيشن ده فولس إمبريشن طبعا إن ده إنترا كناليكولر لكن هي اسمها غلط بس الإسم فضل مكمل معاها كده على طول اسمها إنترا كناليكولر فايبو أديونوما طب لو أنا هاجي هاوصفها هاوصف إيه هقول إن أنا عندي سيكشن إين مش برست لا ده بناين كابسوليت تيومر زي ما إحنا متفقين زي زي البيري كناليكولر سيكشن إين بناين كابسوليت تيومر البيناين كابسوليت تيومر ده بيتكون من إيه من بروليفريتد كومبريست داكتس انفاجينيتد بي اكسس فايبراستيشو وبرضو نفس القصة داكتس دي لين إنر كيوبويدل وأوطر فلاتندوميو إبيثيليا السلز تمام اسمها هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يبقى أنا عندي PERI Canallicular Fibroadenoma اللي هي الـ docs كانت PATENT و INTRA Canallicular Fibroadenoma اللي هي الـ docs فيها COMPRESSED عشان أنا ما أطلغ بطش وقل مين فيهم الPERI اللي كانت مفتوحة ولا الانترا اللي كانت مفتوحة الPERI بحارف الـ ب فأقول PATENT برضو بحارف الـ تبقى الـ B مع الـ B عشان ما أطلغ بطش PERI Canallicular و PATENT هم الاتنين مع بعض أما الـ COMPRESSED ده هي الانترا-CANALLICULAR تمام؟ طيب عرفنا بقى الاسلاتس جات منين الاسلاتس دي عبارة عن انها الكمبريست داكتس اللي هنا دي الكمبريست داكتس دي بتبان في الجروس على انها سلاتس عشان كده الاسلاتس مش موجودة في البريكاناريكولر علشان هي ما فيهاش كومبريست داكتس تمام طيب يبقى احنا لغاية دلوقتي اخدنا الفايبوسيستيك ديزيز وفزا بريست وعرفنا فيه ايه عرفنا ان هو بيبقى شكلها أوفل ماس الاسلاتس فيها الحاجات اللي هي لونها عشان اللي هي من الفايبروزيس وشوفنا جواها سست وجوا السست فيه بابيلوماتوزيز دا فايبوسيستيك ديزيز اوف سابريست تحت الميكروسيكوب ستة حاجات ادينوزيس ايبيثيليوزيس بابيلوماتوزيس سستو فورميشن فايبروزيس اند ايبوكرين ميتابليزيا بعد كده دخلنا فيه الفايبوأدينوما فايبروأدينوما نوعين اللي اتنين بناين مفيش فرق إما بينهم على البيهيبيار كده كده العينة نقولها حمد الله على سلامتك ده بنيون تيومر ومفيش منه أي قلق روحي بتكم فإما تكون بريكاناليكلر وإنتراكاناليكلر ده مجرد شكل تحت الميكروسكوب لكن مفيش بينهم من الاتنين أي قلق بنشوف فيها إيه؟ بنشوف فيها بروليفريت الدكتس مع فيبرسترومة ممكن الدكتس دي تبقى بيتنت وساعتها بسميها بريكاناليكلر إما تبقى كومبريست واسميها إنتراكاناليكلر لما هجي أوصفها الصورة على بتاعتها شكلها إيه؟ بوصف إن أنا عندي تابسوليتد ماس فرم انكونسيستانسي سواء فيها سلتس أو ما فيهاش على حسب هي إنتراكاناليكلر هيبقى فيها سلتس لكن لو ما فيهاش سلتس هتبقى بريكاناليكلر عشان كده صورة البيري مقفولة عشان ما فيهاش سلتس هفتحها وريكو فيها إيه ما فيش حاجة أوريها لكم لكن اللي فيها سلتس فتحناها عشان تشوفوه إن هي إنتراكاناليكلر فايبرو أدينوما تمام؟ والاتنين لما بجي وصفهم في الماكرسكوب بقول سيكشن إين كابسوليتد بناين تشومر وبعد كده بتخل أوصفهم دي صورة دياجرام مورياني صورة دياجرام مورياني الفرق بين شكل البريكاناليكلر والإنتراكاناليكلر البريكاناليكلر اللي هي الدكس بتاعت بتبقى بيتنت أما الإنتراكاناليكلر بتبقى الدكس كومبريست اللي اتنين فيهم فايبرو سترومة الفايبرو سترومة هنا كتيرة بتبقى عاملة إنفاجانيشن للدكس لكن نلاحظ كل دكت دي دكت أهي دي الاتنين ليرز بتوحها بصومة كومبريست ودي دكت تانية ودي دكت تالتة الفايبرو سترومة بره برده بس هي المنظر بتاعها اللي بيجيني فولس إمتريشن إنه هي موجودة إنتراكاناليكلر تمام؟ ندخل بقى في المهمة بقى بتاعتنا اللي هي الانفلتراتف كارسينومة أوفز بريست دي اللي هي الناس تقول حد عنده كانسر بريست دي عبارة عن إيه؟ احنا شايفين دلوقتي قدامي الاسبيسومن عبارة عن إن هي بريست بريست مفتوح بالنص هي العملية دي اسمها مستيكتومي مستيكتومي يعني استقصال البريست بحاله يعني دي كانت كمان الاسبيسومن دي من العمليات القديمة بتاعت زمان كانوا بيعملوا مستيكتومي يشيلوا البريست بالكامل وكمان يشيلوا البكترال مصل اللي موجودة وراه يعني دي ده كان الشكل بتاع الجراحة في العمليات القديمة اللي هي منها الاسبيسومن دي بشايل ايه بالزبط قادي البريست ها هو مفتوح برضو زي الكتاب من قدام ووراها قادي اللونها براون غامق دي البكترال مصل وهي انكلوز دجوة الفاشية بتاعتها يبقى أنا عندي البكترال مصل عند فاشية وقادي البريست تيشول هو لونه ايه مسفر ده الحاجة الجراحة اللي جوه دي دي ماس قادي الماس اهي ونصها التاني هنا الماس دي لو انا جيتها اوصفها هل هي كابسوليتد؟ هي نان كابسوليتد طب هل هي لها بتعمل حاجة اسمها انفلتراتيب بوردرز يعني ايه يعني انا ماشي اهو معيها قادي البوردرز بتاعتها متعراجة ومدخلة نفسها متغلغلة جوه الفات اللي حواليها احنا الفايبرو ادينو ملون نفتكر لما شفناها كانت عاملة زي كانت دي فاين دي كده على نفسها ومقفولة عليها بكابسول ومش عاملة انفلتريشن للبريست نفسه غير الانفلتريتف كارسينومة الانفلتريتف كارسينومة اهي مش كابسوليتد مفيش حاجة فصلة بينها وبين الفات لا دي كمان هي اللي راح اتعمل انفلتريشن للفات يبقى هي اللي عاملة انفلتريتف يبقى احنا لما اجيه وصفها اقول انها Non-capsulative Infiltrative Grayish Mass يبقى أنا شايفة Grayish Mass كده موصفاتها إنها إيه؟ موصفاتها إنها Non-capsulative Infiltrative و Grayish دي موصفات المسل قدامي واللي وراها دي البيكترال مصل دي عملية قديمة كانوا زمان لما بيعملوا مستكتومي بيشيروا البيكترال مصل معاها لكن دلوقتي ما بقيتش العمليات أجرسيف أول الدرجة دي فقادي هات الانفلتراليف ماس كده عملة انفلتراشن للفات والبكتور الماصر هي موجودة وراء الماس دي كمان ممتدة وعملة ريتراكشن للنبل النبل زي ما احنا عارفين بتبقى متجهات جاهة للخارج لكن الماس هنا شدة عليها فعملة ريتراكشن يعني مقلوبة لجوه ده ده ساين تدل على الانفاجن فدي اسمها ايه؟ ريتراكتد نبل يبقى انا لما اجي اوصف الماس هقول ان انا عندي الماس دي نون كابسوليتد انفلتراتف جريش ماس عاملة انفلتراكشن للفات ومنسه اقول ريتراكشن للنبل منسه البيوت دي اعلق عليها طب لما انا اجي اقول اسم الاسبزمين زي ما احنا متفقين انا لما باجي اوصف صورة لازم اقول اسم الاسبزمين ايه و اوصف شكل ايه و اقول في الاخر ايه الدياغنوزز طب انا لما هاجي هاوصف اهadora لاسبزمون بتاعتي الاسبزمين اسمها مastic 살 естеين ويسبيكتورولين وسيل اند فاشيا تمام يبقى دي اسم الاسبزمين طب هاجه هاوصفها انا شايفة ايه شايفة برست جواهه ماس المس دي فيها ثلاث مميزات انها نون كابسوليته انها انفلتريتف انها جريش وعمل انفاجن للفات اللي حواليها ومنساش علق على الرتراكتد نيبل الدياجنوزيز اسمها انفلتريتف برست كارسينومة يعني ده اللي هو كانسر برست عامل انفلتريتشن انفلتريتف برست كارسينومة هو عامل انفلتريتشن في الجرس زي ما احنا شايفين وهو هنشوفها تحت الميكروسكوب الفريق شكله وعمل إزاي لها اسم تاني اسمها . سسموه لانه انها اللي متقطع فيها بتبقى عمل ناشفة زي الكوميترا هي نفس اليحساس صديقي كانت كده كانت ناشفة لانه فيها فااب راستيش وكثير زي ما هنشوفتها هنا تحت الميكروسكوب قبل ان ما تبقى الفريق ففى بعض الاحيان بتمر على مرحلة ان تكون الملك نانس الزيز موجودة光 يعني الفريق كوارسه دي اصلا طلعة منه من الدوكتس بتاعت البريست الدوكتس المدورين دول اللي احنا اتفقنا عليهم في أول السكشن خالص ان هي إينار كيوبويدل طيب السيلس دي السيلس اللي هي الإينار كيوبويدل دي ممكن انها تبقى ماليجنانت لكنها لا تختارق البزمند برين بتاع الدوكت وتطلع بره ساعتها وهي جوه كده بسميها إنترا دوكت كارسينومة يعني انا الدوكتس اهي الماليجنانت سيلس عرفت منين انهم ماليجنانت عشان فيهم الكريتيريا اوف ماليجنانسي الكريتيريا اوف ماليجنانسي اللي هي البليومورفزم الهايبر كروميزيا الانسي ريشيو العالية الميتوزيس الكتير طبعا حفظناهم صم من ايام الجنرال طيب دول كده عاملين ايه بيقوملين الدوكت من جوه ومحدش منهم خارج تحت في الاسترومة يبقى انا كل الدوكت حتى دوكت الصغيرة دي هي جواها ماليجنانت سالس لكن الاسترومة ما فيهاش حاجة طول ما الاسترومة بتاعت انضيفها والماليجنانسي محترم نفسه جوه الدوكت ساعتها بسميها انترا دوكت كارسينومة طب هنوصف الانترا دوكت كارسينومة تلاتة دي دايليتد ديستند دوكتس دايليتد دوكتس ديستند باي ماليجنانت سالس داكتس دايليتد ودستند ماليانين بايه ماليجنانت سالس الماليجنانت سالس لازم اقولهم اسمحهم على طول الكريتيريا اوف ماليجنانسي بليومرفيزم إنسيريشيو عالية هيبر كروميزيا فيه في السنتر بقى عندي نكروزيس الخلايا اللي جوه دي اللي احنا طعم زيه عنده عارفين إن الماليجنسي بيديفايد بسرعة أكتر من البلد سبلاي الموجود فبيحصل فيه نكروزيس السنتر بيبقى فيه نكروزيس بيسموا نكروزيس اللي جوه ده اسمه كوميدو نكروزيس سموا كلمة كوميدو على اسم الكوميدونز اللي هي حب الشباب الناس اللي بيطلع لها كوشها حبوب لو ممكن لو يضغط عليها يطلع حاجة زي المرهم كده ده اسمه كوميدون فالحاجة اللي هي اللي قدرتي اللي خارجها دي هي نفس المنظر اللي موجود هنا اسمه كوميدو نكروزيس يبقى التشخيص المنظر ده اسمه كارسينومة محبوسة جوه الدكت وما عملتش إنفلتريشن للسترومة طب لو كانت التيومر خرج منها من الدكت بقى وعمل إنفجن للسترومة ساعتها سميها إنفلتريف كارسينومة يبقى احنا عرفنا كلمة إنفلتريف يعني يعني عملت إنفلتريشن للبزمنت الممبرين بتاع الدكت ممكن إنفلتريف كارسينومة تبتدي على طول إنفلتريف من غير ما تمر بمرحلة الإنتر دكت أو ممكن يحصل إن فجأة الماليجنان سيلز اللي عمل لينيج للدكت تتجنن وتدعمل إنفجن للسترومة من غير ما تمر على المرحلة دي ادي صورة تانية اهي شايفين قدامنا الدكت شكلها إيه ديليتد وديستندد واسعة ومليانة مليانة إيه الماليجنان سيلز والنيكروزيس اللي موجود في السنتر اللي اسمه كوميدو نيكروزيس زي ما اتفقنا التشخيص اسمه إنترا دكت كارسينومة بريست يبقى أنا لما هجأقول إن أنا عندي سكشن إيم بريست شايفة في إيه شايفة عندي ديليتد ديستندد دكت جواهم ماليجنان سيلز أول ما اقول مليجنان سيلز أفتح الزرار وأقول بليومورفيزم هايبركروبيزيا إنسيريشيو عالية ما يتوزز كتير وشايفة في السنتر فيه كوميدو طيب نيكروزيس والتشخيص اسمه إنترا دكت كارسينومة بريست طيب دي بقى الانفلتراتف فرقاها إيه عن الدكت الدكت كان المليجنان سيلز محبوسين لكن هنا المليجنان سيلز مطلقين في السترومة احنا شايفينهم أهو كل ده هذه مليجنان سيلز زي ما احنا اتفقنا مع بعضا البناين عبارة عن إني بجيب الورقة وبتبحها في مكانة التصوير المليجنان سي بقى بعمل فوتوشوب هي بتحاول تعمل دكت لكن ما بتعرفش ما بتقدرش تقلد النورمال 100% فبتعمل إيه عاملة جروبس أنا لما بجي بوصف مليجنان سي بوصف إيه بوصف الباترن يعني علاقة السيلز ببعضها الحاجة تاني بوصف شكل السيلز الباترن هنا تنظمة الخلايا متنظمة في إيه؟ بشكل جروبس يبقى أنا عندي تجمعات من خلايا مليجنان جروبس أو مليجنان سيلز المليجنان سيلز دي هيبركروميزيا بليومورفزم إنسيريشو عالية ما يتوصص كتير طبعاً تحفظتوه الحاجات دي موجودة فين؟ موجودة عاملة انفاجن للسترومة دي اسمها انفلتراتف كارسينومة يبقى الانفلتراتف كارسينومة اللي هي الصورة دي الصورة اللي هي بتاعت البرستماس دي الماس دي لو أنا أخدت منها سكشن هشوفها تحت الميكروسكوب هلاقيها كده هلاقيها كده زي ما أنتو شايفين شايفين إيه؟ شايفين جروبس أو مليجنان سيلز إن فيبرستيشو سترومة يبقى أنا لما جاء أوصف هقول أنا عندي سكشن إن مليجنان تيومر نون كابسوليتد أي مليجنان تيومر بيبقى نون كابسوليتد بيتكون من إيه؟ فيبرستيشو النيتشر تمام؟ دي اسمها انفلتراتف داكت كارسينوما ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا البكتور المصل. ليه مختلفة عشان ده بتعميل بريست. الميل بريست الفات اللي فيه قليل جدا. الحاجة التانية ان المصل بلقي. فده منظر الميل بريست. الميل بريست مشكل اهو طالع فيه ماس. انا شايفة اوفا الماس. الماس دي نون كابسوليتد وانفلتراتف. انفلتراتف عاملة انفلتريشن للفات اهو وكمان منها لداخل جوه المصل. الميل بريست زي ما انتم شايفين ان هو اصلا حجمه صغير جدا. كمية الفات قليلة قوي. فالمشكلة انه هو اول ما بيبتدي بيبقى ادفانسد. ادفانسد ليه? لانه بيروح يتشعب ويمسك فيه المصل. وممكن كمان يمسك في التشاست وال في البون نفسه. فيبقى ده انفلتراتف كارسينومة في الميل بريست. لما هاجي هاوصفها اقول ان انا عندي سيكشن ان بريست ميل. ده كده اسم الاسباسمن. يبقى ان الاسباسمن بتاعتي ميل بريست. ده اسم الاسباسمن. طب لما هاجي هاوصفها عرفت منين طيب انها ميل بريست عشان الفات قليل والمصل بلكي. طب لما هاجي هاوصفها هاقول ايه? هاقول ان انا عندي سيكشن ان بريست. هي نفس القصة برضو. ان انا فاتحاها زي الكتاب. شايفين في ايه? شايفين في ماس. الماس دي مواصفاتها. نفس مواصفات الماس بتاعت المواصفات الماس اللي احنا شرحناها في الفي ميل بريست العادية المالجنة. انها هنان كابسوليتف وانفلتراتف وجريش نفس المواصفات. عاملة انفجن للفات اللي احنا شايفينه هو. وعملة كمان انفجن للبكتور المصل عشان الميل بريست بيبقى ادفانسد بسرعة عشان حجم البرست الصغير. فيبقى احنا دي عندنا التشخيص بتاعي اسمه ايه? اسمه انفلتراتف كارسينوما افزا بريست. يبقى احنا النهر ده اخدنا ايه مع بعض? اخدنا الفايبوسيستيك ديزيز افزا بريست وعرفنا ان هو ده ماش نيوبلاستيك الفايبروس وهو شفنا فيها ايه كمان وشفنا فيها الريع سيست والبابلوماتوWoendss تحت المكروسكوب بسرعة الانوزيز وبثيليوسوس بابلوماتو疏 الفايبروزيس صوتيş nos وليست الدخلنا البيناين بدنا قد تكون انتراكاناليكلر او بريكاناليكلر البيناين أي ديها perspective ؟ يا اما يا حتى تكون بييتنت ويبقى اسمه بريكاناليكلر يمكن تبقى كومبرزد وتبقى اسمها女 الا انتراكاناليكلر البريكاناليكلر او الانتراكاناليكلر في الجروس بتبقى عاملة ازاي بتبقى كابسوليتد ده حاجة اساسية مفاش في صغل بتبقى فيرم انكونسيستانسي وجريش انكالر ألاقي سلتس تبقى انتراكاناليكلر مافيهاش سلتس تبقى بيريكاناليكلر بعد كده دخلنا فين؟ دخلنا في الماليجنالسي انفلتراتف كارسينومة اوف زي بريست شفنا فيها الماس وصفاتها ايه؟ طبعا دي بتيجي مع مستيكتومي لازم الصورة لازم فيها مستيكتومي شايفين الماصل اللي وراء اللي هي البكتر والماصل ده ده شيء اساسي بيحصل معينا شايفين التيومر بيبقى عامل ازاي بيبقى انفلتراتف نون كابسوليتد وجريش ده شكله ده ومعي في الفيميل بريست ما نساش الصورة كان فيها ايه؟ فيها ريتراكتد نيبل طيب في حاجات كده هوت تانية غير الانفلتراتف كارسينومة العادية او في حاجات اسمها انترادكت كارسينومة يعني التيومر محبوس جوه الدكتس ساعتها شفت ايه؟ شفت ديليتد ديستند الدكتس جواها الماليجنان سيلز وجوه في ايه؟ سنترال نيكروزيس طب لو انا لقيت جروبس من ماليجنان سيلز موجودة في الاسترومة بس تبقى اسمها انفلتراتف كارسينومة اوفزا بريست انفلتراتف كارسينومة اوفزا بريست طيب اخر صورة شفناها مع بعض كانت ايه؟ كانت الميل بريست عرفتم منين؟ ان الفات قليل والماصل افتخينا فيها ماس الماس دي ليها تلات مواصفات برضو نفس لما اتكلمت على الفيميل بريست شكلها عامل ازاي؟ شكلها non-capsulated وانفلتراتف وجريش ودخلها هنا كمان فين؟ في الماصل لان زي ما احنا اتفقنا حجم البرست الصغير بتاع الميل بيخليه يعني يبقى presented advanced وبيبقى دخلها الماس عاملها انفلتريشن في الماصل وبكده يا ده كاتريا نكون خلصنا السيكشن بتاعنا النهار ده وياريت تكونوا استفدتوا وشكرا جزيلا للقص نستمع اشتركوا في القناة